حتى يتبين لهم أنه الحق والفيديوهات التي يدعي أصحابها أن الإعجاز العلمي مجرد وهم وأنه مجرد لي لأعناق النصوص القرآنية مع للم أن هذا التعبير سيء جدا القرآن لا يستطيع أحد أن يلوي أعناق الآيات وهذا الكلام الفارغ القرآن هو كلام الله عز وجل يقولون أن الإعجاز العلمي مجرد أوهام وأنك إذا قرأت القرآن بتجرد وبحيادية وبشكل علمي لا تجد فيه أي إعجاز بل تجد أنه يصطدم مع العلم أحيانا لذلك يقولون ينبغي أن نفصل بين العلم والقرآن ونحترم كل منهما يعني القرآن كتاب روحي نجعله على الرفوف له طقوس معينة في البيت في المسجد وهذا كل ما في الأمر والعلم له مجاله وتجاربه وميادينه طيب أيها الأحبة أول شيء أريد أن أقوله هذا كلام مرسل لا يقدم دليل يعني هذا الذي يقول أنتم أصحاب الإعجاز العلمي تؤولون الآيات كما تشاءون الآية لا تدل على هذا المعنى تقولون إنها تدل على هذا المعنى طيب أين الأمثل على ذلك أين الدليل على ذلك لا يعطيك دليلا على ذلك كل ما يأتي به من أمثلة العلاج ببولي الإبيل مثلا والحبة السوداء والعلاج بالحجامة يقول لك هذا هو الإعجاز العلمي وإذا كان من ينتقد الإعجاز إذا كانت هذه ثقافته فقط فهو معذور إذا لم يطلع على الإعجاز العلمي لم يطلع إلا على هذه الأشياء فهذا معذور لأنه دخل في المجال الخاطئ الإعجاز العلمي بحر أيها الأحبة وأنا الآن سأرد من خلال أمثلة واقعية علمية نرى الآية هنا أمامنا ونرى الدليل العلمي ونترك الحكم للمشاهد الكريم هو يحكم يعني هل نحن نؤول الآيات عكس ما تحتمله أم أن ما قاله القرآن حرفيا هو ما يقوله العلم الحديث طبعا أنا لدي على الموقع الإلكتروني فقط أكثر من ألف بحث ومقالة كلها تثبت التطابق الكامل تطابق كامل بين كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام وبين العلم الحديث مثال على ذلك أيها الأحبة الآن نحن نعيش عصر كثرة فيه الخمر والزنا والفواحش ولعب القمار إلى آخره الدراسات العلمية كلها بلسسنا كلها وأمامكم الإنترنت كلها تؤكد أن الخمر يطور لدى الإنسان سلوكا عدوانيا يجعله عدائيا تجاه الآخرين وأن القمار أو الميسر أو لعب القمار والمقامرة يؤدي إلى تطوير سلوك عدواني لدى الإنسان أيضا ورغبة بالاعتداء على الآخرين لذلك نجد في أمريكا مثلا حسب وزارة العدل الأمريكية نجد أن معظم جرائم الاعتداء الجنسي والاغتصاب والقتل تصدر من أناس يشربون الخمر أو المخدرات المخدرات هي نوع من أنواع الخمر كل ما خامر العقل وأذهب العقل هو خمر ليس بالضرورة أن يكون الخمر هو يعني عصير العنب المخمر لا كل شيء ما أسكر كثيره فقليله حرام بغض النظر عن المادة المستخدمة سواء كانت مخدرات أو كانت خمور أو أي مشروب آخر كل ما يذهب العقل حرم طيب أنا لدي نتيجة علمية وصل لها العلماء وطبعا كل ما سأقوله الآن موجود على موقعي أيها الأحبة يستطيع من يحب أن يرجع للموقع الإلكتروني ويجد المراجع والمصادر بالتفصيل الخمر والمخدرات تطور لدى الإنسان سلوكا عدوانيا وكذلك القمار والميسر جامعة ميريلاند قامت بدراسة حول الميسر والقمار وأثبتت ذلك طيب عندما أنا أفتح القرآن وأجد آية الله يخاطبني ويخاطب البشر جميعا ويقول فيها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة السلوك عدوانيا والبغضاء في الخمر والميسر ربط بين الخمر والميسر وبين السلوك العدواني ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أمر من الله أن ينتهي الإنسان عن الخمر والميسر لأنه يطور لديه سلوكا عدوانيا تجاه الآخرين والله يريد الخير للمجتمع يريد الخير للأسرة المسلمة يريد الخير للبشرية فمنع الخمر من أجل ذلك طيب أنا الآن أريد أن أتسأل أين لي الأعناق هنا كتاب يقول لك إن الخمر والميسر أو القمار يؤدي إلى العداوة والبغضاء والدراسة العلمية تقول لك إن الخمر والقمار يؤديان إلى العداوة والبغضاء أين التصنع وأين الوهم هنا هذا التطابق كامل هذا هو الإعجاز لذلك حرم الله الخمر بشدة والنبي لعن في الخمر عشرة شاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وأكل ثمنها إلى آخره عشر أصناف ليحذرنا من شر هذه الخمر طيب هذا رقم واحد اتنين كل الدراسات والأبحاث التي درست موضوع الزنا والفاحشة والشذوذ الجنسي بلا استثناء كلها تقول هناك مخاطر لانتشار الأمراض المنقولة جنسية نتيجة الزنا والدراسة التي تحدثنا عنها مرارا وتكرارا تقول إن هناك في الولايات المتحدة يعني 300 مليون هناك عدد السكان هناك 110 مليون مصابون بأمراض جنسية معدية منقولة جنسيا وكلها ناتجة نتيجة ماذا؟ الزنا والفاحشة وإباحة الزنا طيب الحقيقة العلمية هنا ندقيقوا أيها الأحبة الحقيقة العلمية تقول لنا هناك أمراض منقولة جنسيا سببها الزنا وسببها كثرة الفاحشة هذه حقيقة علمية يعني الإحصائيات موجودة طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما حذرنا وأكد لنا أنه ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا يعني أكد أن هناك أوجاع ستظهر لم يكن البشر يعرفونها مثل الإيدز وأشياء أخرى طيب أين التصنع هنا؟ بالله عليكم حقيقة علمية تقول لنا إن الانتشار الهائل للزنا يؤدي إلى هذه الأمراض منقولة جنسية ومنها الإيدز القاتل الذي ظهر لم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في بداية الثمانينات طيب ونبي كريم يؤكد لنا هذه الحقيقة إذن أين التصنع؟ خذ أخي الحبيب أي حقيقة علمية؟ أي حقيقة علمية؟ وقارن ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ وماذا يقول القرآن؟ تجد تطابقا كاملا فكيف تقولون الإعجاز العلمي مجرد وهم؟ مجرد أساطير؟ مجرد خدعة؟ طيب القرآن العظيم أخي الحبيب يأمرنا يأمرنا بالتسامح كل الدراسات العلمية التي أجريت عن التسامح تؤكد فوائد هذا السلوك للنظام المناعي وطول العمر والصحة الجيدة طيب أين التصنع هنا؟ القرآن يقول لنا وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ يأمرنا بالعفو لمصلحتنا كل الأبحاث العلمية تؤكد أن الإنفاق والتصدق وأطعام الفقراء والتصدق عليهم هو مصدر سعادة قوي جدا للإنسان وعلاج للاكتئاب أيضا والقرآن يقول لنا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون لا يوجد اكتئاب مع الإنفاق طيب أين التصنع هنا بالله عليكم؟ طيب جامعة هارفورد نشرت دراسة مطولة تحدثنا عنها مؤخرا عن القوة الهائلة للصيام الامتناء عن الطعام والشراب لمدة 16 ساعة كل يوم يؤدي لتنشيط النظام المناعي وفوائد كثيرة جدا على الكبد والكليتين وعلاج السكر وضغط الدم وعلاج أمراض القلب ويعني أشياء كثيرة جدا ودراسات لجامعة كاليفورنيا وغيرها وجامعة أستراليا جامعات كثيرة تحدثنا عنها كلها أثبتت مئة بالمئة فوائد الصيام وبخاصة الصيام المتقطع يعني الامتناء الكامل عن الطعام والشراب لمدة 16 ساعة كل يوم وأن تفتر ثماني ساعات طيب عندما أجد حقيقة علمية تقول لي الصيام كله خير وفيه فوائد باستثناء حالات أمراض مزمنة وناس يعني قد يكون الصيام خطيرا عليهم ولكن هذه حالات خاصة يعني يصوم بعد استشارة الطبيب نحن نتحدث عنه بشكل عام يعني كل الدراسات تقول لي الصيام فيه خير وفائدة والله تعالى يقول وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون طيب أين التصنع هنا أين الوهم هنا بالله عليكم طيب هذا هو الإعجاز الإعجاز أن يكون لديك أمر إلهي في القرآن وتجد في العلم الحديث ما يؤيد هذا الكلام بالإضافة طبعا لموضوع الجبال نحن لم نتحدث عن الجبال والبحار والعلم الفلك والإعجاز الهائل أنا فقط تحدثت عن جزء من الإعجاز التشريعي فقط لماذا حرم الله هذا ولماذا أمر بهذا لذلك والله أيها الأحبة كل من يدعو ويظن أن الإعجاز العلمي هو وهم أو لا أساس له حقيقة لم يقرأ شيئا عن الإعجاز العلمي أنا أدعوه أن يطلع على الحقائق العلمية وأن ينقض هذه الحقائق واحدة واحدة لأن الكلام المرسل لا يقنع أيها الأحبة نحن عندما نأتي بدراسة علمية موثقة ونأتي بالآية القرآنية هذا دليل علمي ماد ملموس أما الكلام المرسل الإعجاز العلمي مجرد وهم أنتم واهمون أنتم لديكم عقد أنتم لديكم عقدة النقص أنتم كلام فارغ وليس له أي قيمة في ميزان البحث العلمي فإذا كان لدي حتى الذين انتقدوا العلاج ببول الإبل لم يقدموا دراسة علمية واحدة وأنا أتحداهم من ينتقد العلاج بأبوال الإبل أن يقدم لنا دراسة واحدة تقول إن العلاج بأبوال الإبل ليس منه فائدة أو هو خطير أو لهم أضرار تحدثنا عن دراسة جامعة ألباني أحد الباحثين هناك أظن اسمه موسى شاكر هو مغربي أو جزائري أو من المغرب العربي هذا البروفيسور لديه مئات من البراءات الاختراع والجوائز درس أبوال الإبل وقال هي فيها مواد معقمة ومطهرة وإذا تم تبردها جيدا لا تفسد وأن فيها مواد تعالج السرطان ولم يأتي أحد بدراسة تخالف هذه الدراسة إذن أنتم حتى الذين ينتقدون الإعجاز العلمي ويأتون بمثال أبوال الإبل حتى موضوع الحب السوداء أعطونا دراسة تقول إن الحب السوداء فيها أضرار لدينا عشرات الدراسات تقول إن الحب السوداء أو حبة البركة تقوي وتنظم وتنشط النظام المناعي إذن كل من يتحدث عن وهم الإعجاز العلمي هو واهم أيها الأحبة لديه مجموعة من الأوهام يتكلم بها من أراد أن يتحدث فليخرج بدراسات علمية موثقة وكما قلت لكم موقعي فيه أكثر من ألف دراسة علمية موثقة تثبت الإعجاز العلمي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه العلوم وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق